اشتركوا في القناة وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالاسقف كريستوفر بات معربا عن تقديره على ما بذله من جهود طيبة واسهامات هامة في المجالات الانسانية خلال فترة عمله منوها جلالته بالدور الذي تطلع به كاتدرائية القديس كريستوفر وبقية الكنائس على ارض المملكة في تعزيز قيم التعايش والمحبة والتسامح الديني بين اتباع الاديان مشيدا جلالته بالعلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في كافة المجالات وما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتطور واكد جلالته ان مملكة البحرين على امتداد تاريخها العريق تفتخر بانها تحتضن مختلف الديانات والمذاهب والثقافات كأسرة واحدة متحبة ومنفتحة على العالم ضمن مجتمع قائم على التلاحم الاخوي بفضل وعي شعبها وايمانه بالمبادئ الانسانية النبيلة متمنيا جلالته للأسقف دوام التوفيق والسداد ومن جانبه اعرب راعي كاتدرائية القديس كريستوفر عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على ما لقيه من تعاون مثمر وبناء خلال فترة عمله وعلى ما يحظى به اتباع كافة الديانات في مملكة البحرين من تقدير ورعاية واهتمام مشيدا بما يتميز به شعب البحرين من قيم التسامح والتعايش والانفتاح والترحيب بالجميع على ارضها الطيبة